صدمة كبيرة أصابت أهالي شبرة بعد مقتل الدكتور أسامة توفيق والشهير بطبيب الساحل الدكتور أسامة طبيب عظام شاب بمعهد ناصر وسنه 30 سنة الدكتور أسامة معروف بين أصدقائه بحسن الخلق والسمعة الطيبة ومشهور بين أهله في شبرة بأنه بيساعد المرضى وخاصة أن ظروفهم صعبة وعلشان كده أطلقوا عليه لقب طبيب الساحل لكن فجأة الدكتور أسامة طبيب الساحل اختفى بدون أي سبب واضح ومتصلش بأسرته لمدة أربع أيام متواصلة الموضوع كان غريب ومقلق جدا وده اللي خلى أسرته تدور عليه في كل مكان طول الفترة دي ولما معرفوش يوصلوا لمكانه أو أي معلومات عنه قدموا بلاغ للشرطة علشان يعرفوا سبب غيابه أو المكان الموجود فيه وبالفعل بدأت المباحث رحلة البحث عن الطبيب وسبب اختفاءه المفاجئ والمريد بعد عمليات بحث كتير بدأت المباحث تراجع كل الأماكن اللي بيتردد عليها الطبيب وأهمها عيادته طبعا وبالفعل رجعوا كاميرات المرأبة اللي موجودة في العيادة علشان يعرفوا آخر مرة الدكتور خرج فيها من العيادة كانت إمتى المفاجأة بقى إن الكاميرات صورت الدكتور وهو داخل عيادته لكن الغريب إنه مظهرش في أي وقت وهو بيخرج منها في اليوم ده وإنما اللي خرج من العيادة شخص تاني خالص واللي ظهر في فيديو المرأبة إنه كان خارج من العيادة وهو مستعجل جدا وتقريبا كان بيجري استمرت عمليات البحث عن الشخص اللي خرج من عيادة الدكتور أسامة واللي هو بيحوم حواليه شبهات كتير ولغز ولو اتحل ممكن يكشف مكان الدكتور المختفي وبالفعل إيد الرجال المباحث يتعرفوا عليه واكتشفوا إنه طبيب وزميل للدكتور أسامة وإنه لما دخل العيادة كان معاه الدكتور أسامة بس وقتها طبيب الساحل كان قاعد على كرسي متحرك وكان بيحركوا زميله داخل العيادة والموضوع ده كان لغز كبير جدا وأصار الشكوك في زميل الطبيب وبعد عمل التحريات الكاملة عن الشخص ده اتضح إنه منهها بالشرقية وبالفعل قدر رجال المباحث من ضبط الطبيب ده وبدأت عملية التحقيق معاه واستجوابه ومواجهته بالمشهد اللي رصدته كاميرت المرأبة للأسف الطبيب اعترف بجريمة بشعة ارتكابها في حق صديقه وزميله الدكتور أسامة وكشف عن تفاصيلها البشعة وسبب ارتكابه ليها الطبيب المتهم قال إنه كان عارف إن زميله الدكتور أسامة ما يصور الحال فحاول خطفه ومسومة أهله علشان يقدر ياخد منهم فتزة كبيرة عبارة عن 200 ألف دولار الجاني قال أمام جهات التحقيق إنه استدرك طبيب الساحل عن طريق سكرتيره الخاص بحجة إنه هيكشف على مريض في شقة هو كان مؤجرها بهدف إن ينفذ العملية فيها واصل الجاني اعترافه في القضية وقال إن بعد وصول أسامة إلى الشقة دربوا بسرعة على راسه ومساعدة ممرده الخاص وراح حقن أسامة بحقنة بينج كلي علشان يتخدر تماما وبعدها نقل الطبيب الضحية على كرسي متحرك عياته بمنطقة الساحل لحد ما يفوق من البنج ويتصرف معاه هناك لكن المفاجأة إن الدكتور أسامة كان توفى بسبب جرعة البنج الزيادة وفي الوقت ده المتهم حصل له حالة من الارتباك ومبقاش عارف يتصرف ومقدرش يفكر إلا إنه يدفن أسامة تحت بلاط قوضة بعيادة وحط نشمع بلاستيك علشان يخفي معالم الجريمة وبالفعل ده نفس المكان اللي تلعت منه قصة الدكتور أسامة لكن كانت في حالة تعفن وتحلل ومشوهة طبعا القضية تم إحالتها للنيابة علشان تكمل الإجراءات القانونية تجاه الدكتور المتهم وياخد جزائه المستحق مستحق